السؤال التاني بيقول يا شيخ انا واحدة متجوزة ومعايا مشاكل انا وزوجي يعني بنا وبنزوجها مشاكل وناس جوزي اخدوا مني وناس جوزي يعني اهل جوزي وناس جوزي اخدوا مني ابني وهو عنده شهرين وحرموني منه امانة ادعى عليهم ربنا يخلص لي حق منهم لا حول ولا قوة الا بالله والله او ده نموذك يا ستي العزيزة ربنا يطيب خطرك يا رب وربنا يحنن قلبك وربنا يجبر كسرك وربنا يردلك ابنك وربنا ان شاء الله يجعلك في حماه ولا يصل اليك سوء ولا يصل اليك مدرة ولا يصل اليك اذى الناس يا رب العالمين ده اللي ان المفروض كنت تطلبيه مني ان انا اعمله ما تطلبيش مني ان انا ادعى عليهم لكن تطلبيه مني ان انا ادعيلك ان ربنا يوفقك ويفتح عليك ويكرمك ويجعلك في امانه ويجعلك في لطفه هو ده الاولى بيك ان انت تطلبيه من الله سبحانه وتعالى اوه تخلي الانتقام تعيش بيه اوه تخلي الانتقام يأكل قلبك لان الانتقام لو اكل قلبك مش هتلاقي حاجة تشوفي بيها جمال الحياة قولي لي كده اتربيه على ايه اتربيه على الحقد والانتقام والغل هي دي التربية هي هو ولا انت كده بتحكم على ابنك بالاعدام لان انت بتعديميه اهم حاجة في الحياة الطيبة والصفاء والجمال والمحبة للناس وانا تخياري انا ما سألت كيش انت عملت ايه عشان ياخدوا ابنك افترضنا ان هم اخدوا ابنك وانت فعلا مظلومة وانا مش اصدي اي حاجة تانية غير ان انا اقولك انت لازم تهتم بقلبك اوه تبني قلبك انتقام وجايز هقولك حاجة مجايز ربنا عشان انت قلبك فيه انتقام ده ايه اللي حاصل مش ميعايز يرجع لك ابنك دلوقتي غير لما هو يريد ان يعيد لك ابنك بس ايه لما قلبك يبقى انق قلبك تيهدى بالك هتقول ليه ما انا مظلومة انا عارف اتقي دعوة المظلوم كان الكلام لمين للظالم مش للمظلوم مش للمظلوم ان هو يقعد يغل 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 وبعدين يجي المظلوم يقول لي ايه هو الخطاب كان للتحذير لمين للظالم ما يجيليش بقى المظلوم يقول لي انا قاعدة على الظالم وهو ما بيحصلوش حاجة انت ربنا سبحانه تعالى ادي لك حاجة تانية هو ربنا سبحانه تعالى للظالم خلي بالك ما لكش دعوه ما لكش دعوه ما تظلمش حد عشان هو عنده دعوة طب والمظلوم عندك دعوة ادعي بها بيا نفسك بالسعة وبالخير وبالتوفيق والسلاة تخليك زكي وده وتلا يفتح عليك أبواب الجنة ويخليك سعيد لما تدعي لنفسك ان ربنا سبحانه وتعالى يقربك منه عشان انت مظلوم وربنا جبار بيجبر الخواطر سبحانه وتعالى فعلى طول اعمل كده وان شاء الله ربنا يفتح عليك اعملي كده وربنا ان شاء الله يفتح عليك ويرد لك ابنك وانت متهنية وسعيدة وفي احسن حالك